اتوقفنا يم جماعي شوون درة اتفضل اخوان نعزوكم على درة ابو غزلان اشتا تسوي واذا تتشوي درة بنشوي درة ان شاء الله بنشوف شو طعمه يالله اتع الهواء مباشرة ابو غزلان مع ارارات السياحة احد اصدقاء انا حب اصدقاء اشتا تزد قريبا الجو صحيح اليوم. الحمد لله وشكر بعد تساقطت الهج أطفال الويانة أحبوا يأخذون درج نحن نعرض لكم بعض العلبات ليس معلب هنا خضروات أشكال غريبة وعجيبة بصراحة لا أعرف محلبات وهذا هنا الطرشي بخيار وطماطئ وقرنابيط وجزر كرز هذه المعلبات لأنهم في الشتاء تلوج لا يمكن زراعة شيء في شهر التاسع يبدأون عمليات التعليم لأن في الشتاء بصراحة هنا في أرمينيا لا يمكن زراعة أي شيء إلا في البيوت الزجاجية وبيوت الزجاجية قليلة فيبدأون بتعليم الفواكه والمخضر ومع موسم تساقط الثلوج أول موسم تساقط الثلوج يبدأون نفتحون هذه العلب ويستخدموها في البيوت هنا نرى لوحة دعاية هذه 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 الرياضة موجودة هنا في أرمينيا يمكن إخوان السواحل استمتاع به يعبر فوق بخيرات هو محلق من الحبل من طرف إلى طرف أو يعبر الوديان وهكذا وين وصل الدراء هنا ترى عندنا متابعين متابعين علىها ومباشر ينتظرون الدراء كم واحد عندنا؟ جاهز استهلون استهلون شكرا شكرا العافي عليهم أين يجوا؟ أرمينيا؟ أرمينيا أرمينيا لا يجبون العجب هذا خاص الأخوان الذين يتابعون هنا لا يحرق ذراء ما شوي ها استوى؟ هنا هنا عندنا الناس يتابعون ترى يريدون ذراء مستعجلين يلا حياهم اللي يريد بحامض وملح نقوم بحامض وملح نقوم بحامض وملح ثلاثة نقوم بحامض عليزي شكرا جزيلا ننتظركم شكرا جزيلا في نفس المناطق اللي زرناها تزوروها أماكن جميلة في ديليجان الآن نحن والأخ قيصر انتنور حبيبي منورين انتنور حبيبي أبو غزنان المشوي على ألف يقول الله انتنور سوف نقول لكم عن السعر ايضا حتى حد اذا يريد السعر في ألف درام المشوي المسلوقة بسبعمية تقريبا كم يكون؟ يعني دولارين تقريبا ذرة أرمانية ما يشوي ان شاء الله يا رب ان شاء الله طبعا الجولات السياحة تقتصر بصراحة على العوائل البي اي بي تطلع بسيارة خاصة هذه سيارتنا البي اي بي المواصلات نطلع على السيارة بهذا المستوى مع السائق زائد مرشد سياحي ونأمن لهم السكن في الفندق اللي هما يختاروا حسب النجوم اربع نجوم خمس نجوم ونأمن لهم برنامج سياحي متكامل عيام التواجدهم في أرمانيا لكن اللي نرجو ان يكون الاتفاق مسبق يتفق موسم السياحة نحن هذا الفصل الربيع واللي نرجو ان المقرر يأتي يتفق مسبقا لا يخلي بأخير يوم أخير 10 ايام ويتصل بنا يحاول قبل شهر قبل سبوعين ثلاثة سابع يتصل حتى نقدر نقوم بالواجب خلاص؟ خلاص؟ يالا بالعافية نعم 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 نعم